اهلا وسهلا بكم على قناة دودي شولو كروشي لو اول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مفرش تيكني كالر مفرش الوان مختلفة كتيرة في المفرش المفرش ده اطلب مني كتير جدا جدا انا عاملة عينة صغيرة زي ما انتم شايفين زي خددية جزء من المفرش ولسه هكمل بس هقولك ازاي تعمليه مفرش لسرير كبير او في ناس بتستخدموا على ظهر كنبة او فتاء بيبقى شكله رائع جدا برضو بيحطوك منظر وفي ناس بتعمل منه خدديات فقط لغير لانطري بتاعها وفي ناس كمان بتعملوا كشال فالتكني كالر ده او الوحدة دي بتطلب كتير مننا لان ليها استخدامات كتيرة قوي وهي سهلة جدا فبالتالي ناس بتطلبها اه طيب انا هعملها من الوان كتيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين تمام انا عندي بواقي خيوط فده هيساعدني ان انا ادخل كزا لون بنفس الطريقة او نفس التدريج فجاي معايا تمام طيب انت تقدري تعمليه بلونين اتنين لو حبا يعني ايه لونين يعني وحدتين اتنين يعني تمام يعني واحد اتنين انا بعد كده البقرات تلاتة اربعة تمام والابيض هو الاساس بتاعي الابيض هو او الافوايت هو البطل في المفرش لانه هو هيبقى الارضية كلها ابيض او افوايت وفي النص بس الوردة بتاعتي اللي هي داخل فيها كزا لون تقدري حتى تعمليه بلونين اتنين فقط لغير اتنين فقط لغير تمام وتبدلي الوردة تمام تبدلي الالوان ما بين الوردتين تمام يعني ايه برضو لونين يعني انا هنا لو هعمل بلونين اتنين يعني مثلا هاخد اللي هو الكشمير مع البينك والابيض هو الاساس بتاعي فانا ممكن اعكس في الوردة اللي قصدها العكس بدل ما الكشمير هو اللي بره الكشمير هيبقى جوه والبينك هيبقى هو اللي من بره كده تمام يعني اعكس في الالوان واعمل بلونين كل واحد دي يقدر يعمل زوءه يقدر يعمل بمقدرته يعمل اللي هو عايزه المهم هو الوحدة اللي هي التكني كالر اللي بيدخلها كزا لون اللي هنعملها مع بعض هي سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة انواع الخيوط استخدمي النوع اللي انت حباه بس يكون الفتلة بتاعته وسط مش ساميكة اوي زي كده ده اليس تمام اهو فتلة وسط اهي اهي من بعيد عشان لما بقرب بيديكي سمك اكبر اوكي اهي تمام تمام اه تعتبر ما بين اللي هي تعتبر مش رفيعة ومش سميكة تمام يعني وسط زي ما بقول اه هستخدم ابرى رقم اربعة وتقدري تستخدمي تلاتة تمام مش هيبان اوي الرقم اهم فاستخدمي اللي انت حباه عايزه تعملي اهه سيفي هتستخدمي اطنيات انا انا مستخدمة اصواف تمام تقدري تعمليه كصيفي برضو يعني بالاثنيات هيبقى حاجة صيفي لقو انت حابة يبقى مفرش سرير او حتى يبقى لضهرية اه فتلة تمام يلا بينا نبدأ على طول كده ونشوف هنعمل ايه اه هي مجرد اه وحدة بسيطة جدا اه وهتتكرر معانا بس هنعمل تشبكها عشان فيه ناس مش بتقدر او مش بتعرف تشبك فبتبقى عايزة التفاصيل الدقيقة فلو طولت عليكو شوية سمحوني بقى لاني لما بختصر الفيديو ناس كتير بتعلق لي اه وبتبقى زعلانة بتقول لي ما تختصريش احنا عايزين الخطوات بالتدريب انا حاول برضو ما بقاش اطول جدا جدا في الفيديو في نفس الوقت برضو ما اختصرش عشان تقدروا تعملوا معايا الوحدة اه او تشبيك كمان الوحدة طيب انا هبدأ معاكي اه هبدأ معاكي بالوحدة الفتحة دي تمام هي بدأة باللون الجنزاري من جوة فانا بربط الربطة بتاعتي العادية خالص وببتدي المفروض هعمل كام سلسلة من المفروض هعمل اربعة سلسلة هشدتها كده فهقول واحد اتنين تلاتة اربعة من تحت الابرة تمام تاني تاني واحد اتنين تلاتة اربعة تمام ببتدي اقفل بمنزلكة في اول وحدة انا اشتغلتها اللي هي هنا فبدخل اخرج الخيط كده فاصبح عندي دايرة صغيرة جدا اهي هبتدي اشتغل جواها هارتفع سلسلة وهبتدي اعد من جوة الدايرة اتناشر اه اتناشر حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر غرزة حشو فيه الدايرة اللي عملناها في الاول تمام اهو طيب ازاي هوصل الخيوط مع بعض بطريقة كويسة انا هعمل ايه انا من المفروض فيه اول غرزة انا عملتها المفروض هدخل منزلقة عشان اقفل الدايرة لا انا هدخل بس بالابرة وهوقف الشغل ومش هقفل بمنزلقة ولا اي حاجة هاقص الخيط بتاعي بمسافة حوالي تلاتة سنتيمتر دول كده تلاتة مش كتير قوي تمام كده بعد كده ببتجي ادخل اللون التاني انا بعمل معاك الوحدة دي فالجنزاري بعد دي اخضر تمام ببتجي ادخل اللون التاني ازاي بقى هدخل معاك اللون التاني في المسافة اللي احنا سبناها اللي قلنا عليها تلاتة سنتيمتر اه نفسي المسافة من اول اقرب شوية من اول الخيط كده بعمل عقدة بربط انا بربط بس اهو بعمل عقدة ربطة كده اهي بسي كده وبعد ما ربطت كده هقوم شدل لتنين دول هقولك ليه كمان بسي اهو انا بعد ما ربطت اه روح تشده كمان عشان العقدة انا عايزها تبقى هنا ليه عايزها تبقى هنا عشان انا عايزة اطلع بالخيط الجديد كده هو اللي هطلع به المنزلق عشان يبقى الشغل كده تمام شايفة بقى عشان ما يبقاش فيه غلطات فيه الوحدة طبعا جي انا عايزة اقصي جي بس اللي هي اللي هي جي بتاعت الدايرة الاولانية تمام دول اللي اتنين اللي انا لسه ايه ربطوهم تمام فانا شوفتي المنظر هيبقى ازاي طيب بسي بقى انا هعمل ايه هرتفع واحد اتنين تمام من مكان ما انا ايه دخلت وابتجي اشتغل وانا بشتغل طول الوقت اخلي بالي ان انا دول من ورا كده وبشتغل ايه بشتغل عليهم كده تمام تمام فانا هبتجي يبقى نص عمود اتنين نص عمود بوسي بقى احنا عملنا الاول عملنا اتناشر بعد كده هنا هيبقى من المفروض عندي اربعة وعشرين تمام يبقى كده اتنين تلاتة اربعة هدخل في كل حلقة مرتين هدخل في كل حلقة مرتين الحلقة اللي جاية اهيه انا هنزلك الخيط ده بس عشان ما تطلق بتيش اهي المفروض هنا مرتين مرتين نص عمود واحد اتنين عشان يبقى في الاخر عندي اربعة وعشرين نص عمود واحد اتنين واحد اتنين في مكان واحد واحد اتنين في مكان واحد واحد اتنين اتنين نص عمود واحد واحد اتنين نص عمود واحد اتنين واحد اتنين في مكان واحد واخر حلقة اهيه اهيه واحد اتنين تمام اهو تمام اهو اتنين يلا نقفل مع بعض بنفس الطريقة ازاي هدخل في واحد اتنين هنا ومن غير ما اعمل منظلقة تمام هعمل ايه هركن كده الشغل طبعا انا مشيت بصي بالفتلتين بتوعي لما وصلوا الايه هقص الزيادة بقى لاني خلاص كده مش عايزة مش عايزة بواقي خيوط من ورا تمام عشان يبقى الشغل زي قدام زي من ورا زي ما انت شايفة كده اهو نفس اللي انا عملته هعمله مرة تاني معاكي اللي هو ايه بسيب حوالي تلاتة صانتي كده تمام ودخل اللون الجديد معايا او اللي عليه الدور بنفس الطريقة اللي هو اللون الاصفر الاصفر تمام انا بعمل معاكي الوحدة جي بالوانها يعني طبعا كل الوحدات زي بعض بس انا يعني بوريكي الالوان بنفس الطريقة اهو كده ببتجي اربط اللي اتنين معا بعض كده ربطتي اللي اتنين معا بعض كده هعمل ايه بشد كده عشان العقدة تبقى دخلة من ورا عشان لما اجي اسحب الخيط بتاعي اللي هيتسحب هو الايه الاصفر تمام كده طيب هعمل ايه بقى في السطر التالت واحد اتنين ثلاثة تمام ارتفعت ثلاثة وفي نفس المكان بدخل مرة كمان بقى عنجي ثلاثة على الابرة ببتجي اعمل ايه اخرج الثلاثة وبعدين واحد اتنين ثلاثة ثلاثة تمام لفع الابرة بفوت اتنين من دول شايفة ولفع الابرة وادخل بعد معديت اللي اتنين واحد في نفس المكان اتنين ثلاثة اهو وبعدين اخرج دول وبعدين اخرج الاثنين اللي من على الابرة كده بعمل غرزة اسمها الباف وبعدين واحد اتنين ثلاثة لفع الابرة افوت ايه؟ افوت واحد واثنين تمام؟ وطول ما انا شغلة الخيوط دي باشتغل فوقيها فوت الاثنين دول جنبيهم بدخل واحد اتنين تلاتة ثلاثة اقوم خرجها ثلاثة مع بعض واخرج الاثنين اللي من على الابرة كده وابتجي واحد اتنين ثلاثة لفع الابرة لفع الابرة افوت واحد وادخل جنبيه التاني كده واحد اتنين تلاتة اخرج تلاتة واخرج الاثنين اللي بقيين واعد واحد اتنين تلاتة كمان بفوت واحد والاثنين وادخل من جنبها كده والخيوط جي كده واحد اتنين تلاتة كده اخرج التلاتة مع بعض كده واخرج الاثنين اللي من على الابرة وابتجي قعد واحد اتنين تلاتة هكمل السطر بنفس الطريقة ونرجع نشوف هنعملي كده انا خلصت السطر لحد النهاية زي ما اشتغلنا مع بعض وفي النهاية كان فيه تلاتة سلسلة ارتفاع فبقفل بدخل في اول سلسلة هنا كده ومن غير ما اعمل المنزلقة نفس الشغل بعمل ايه بفوت تلاتة سنتي متر من الخيط كده وببتجي ادخل البطل بتاعنا اللي هو الخيط الابيض او القفويت زي ما تحبي ما يكون اللون ايه وهعمل نفس الطريقة ونفس الشغل الحرف على الحرف اهو ببتجي اربط الاثنين مع بعض تمام اهو وبشد كده الشدة الاخيرة كده تمام بعد كده بقفل بقى بمنزلقة مع اللون او الخيط الجديد اهو تمام طيب هبتيجي بقى احط دول من تحت وبشتغل دايما كده عليهم عملت واحدة حش وبعدين ارتفع اتنين فوق الحش وكده عشان يبقى كأنه عمود بالزبط واحد ده هحسبوه عمود اتنين عمود بلفة تلاتة عمود بلفة تمام بعد كده ارتفاع واحد اتنين سلسلة في نفس المكان هدخل واحد اتنين عمود بلفة تلاتة عمود بلفة عشان يبقى المنزر كده تمام بعد كده ارتفاع سلسلة واحدة وده كده من ورا وبشتغل برضو فوقيه عمود بلفة اتنين عمود بلفة في مكان واحد طبعا واجد تالت عمود بلفة تمام ارتفاع سلسلة برضو عمود بلفة اتنين عمود بلفة ثلاثة عمود بلفة بصي الخيط اللي هو بربطه بفضل امشي فوقيه لحد ما بيبقلهوش اثر خالص ولو بقاله اثر حاجة بسيطة كده بقصها ارتفاع سلسلة تمام هاعمل زاوية تاني واحد اتنين ثلاثة في مكان واحد ارتفاع واحد اتنين واحد اتنين عمود بلفة ثلاثة عمود بلفة بوسي ام لازم بعد ما تخلصي السطر اللي هو اللي بالاصفر ده ام لو انت لسه مبتدئ او بتطلغبطي تعدي غرزة البوف المفروض بقى عندك اتناشر اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اتناشر اتناشر تمام لو انت عديتي الاصفر ده غرزة البوف اتناشر غرزة فانت كده وحدتك مظبوطة لو طلعوا اقل لأ تعيدي من الاول تاني بس حبيت اقولك المعلومة دي عشان احنا كده هنعمل خلاص المربع بتاعنا ودي اخر جزء في الوحدة يعني كده الوحدة خلصت بعد كده التشبيك وهقولك ازاي التشبيك برضو ارتفاع سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود بلفة ارتفاع سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود بلفة ارتفاع سلسلة واحد اتنين تلاتة عمود بلفة واحد اتنين ارتفاع سلسلتين وبعدين في نفس المكان عشان انا كده بعمل ايه الزاوية اللي عليها الدور اهو كده يبقى انا عملت ايه والسي بقى انا عملت ايه اهو عملت بدأت بزاوية تمام وبعدين عملت دول وبعدين زاوية تاني وعملت اللي اتنين دول وعملت زاوية تاني هعمل اللي اتنين اللي فاضلين وزاوية اه هنا وبعد كده اللي اتنين تاني هكمل السطر خلاص كده تيقلي كله واضح وارجعلك عشان نشوفها نعملي كده انا خلصت الوحدة بتاعتي لحد النهاية وارجعت عشان نقفلها مع بعض في اول عمود انا عملته بمنزلقة كده وارتفع سلسلة واقص الخيط بتاعي كده واسحب الخيط كده واشده تمام يبقى جيه كده الوحدة اللي المفروض هعمل بيها المفرش كله باجي اقلب الشغل كده من وراء بصي الشغل زي من وراء زي من قدام نجيف ازاي عشان ما يغلبكيش تفضلي تسيبي في خيوط بعد كده تتبهدلي تبقي مش عارفة تعملي في كمية الخيوط اللي معاك طيب انا بسحب الخيط ده اللي قفلت بيه اهو كده وبفضل امشي بيه شوية من وراء في ظهر الشغل مش من قدام تمامه بعدين بقصه اما بكون مشي تبيه شوية كده زي ما انا مشي بالزبط معاك تمام اخر حاجة اهو كده اهو خلاص اقص بقى الزيادات دي عشان تبقى القطعة بتاعتي نجيفة وما فيهاش اي حاجة مش مزبوطة اهو كده انا اه عملت الوحدة بتاعتي اللي هي الاساس بتاع المفرش ده طيب بصي بقى انا هعمل ايه عشان اواريكي ازاي هنشبك انا دلوقتي هسيبك واروح اشتغل كل القطعة لحد ما اوصل للسطر اللي هو الابيض الاخير ده او القفويت واجي معاكي عشان نشبكه مع بعض ونشوف هنعمل ايه في اللي جاي تمام اه اوكي هو انا ممكن اشبك في القطعة اللي معايا دي ممكن اجرب اوكي بصي طيب انا برضو هشتغل الجزء المفروض اه هعمله علشان اشبكه هعمل معاكي كاني بعمل مفرش من بدايته عشان محدش يطلق بط بلاش اني اشبك في ده اوكي وبعدين هاجي نشوف هنعمل ايه مع بعضك يعني كامل عشان محدش يطلق بط هرجع ليكم وانا في السطر اللي هو الابيض ده عشان اشوف هشبك اللي اتنين في بعض ازاي اشوفكم على خير رجعت لكم مرة تاني بعد ما عملت الوحدة التانية وقلت لكم انا هقف عند الجزء الابيض عشان نعرف هنوصل ازاي الوحدتين ببعض وشبكت بس الخيط الابيض اهو او القفويت وهبتدي اشتغل معاكي ونشوف هنشبك ازاي اتنين عمود بلفة تلاتة عمود بلفة ارتفع سلسلة واحدة مش اتنين دي زاوية طبعا كنت ببتيجي بايه بزاوية فهروح للزاوية اللي اصادها او الزاوية اللي هنا وهبتدي اشبكها معايا بحشو وارجع هعيد معاكي ازاي اشبك وحدات مع بعضيها في الجزء ده كنا وقفنا في الجزء الاول على اني هعمل الجزء ده اللي هو الوردة اللي لونها اخضر وارجع عشان ادخل اللون الابيض او القفويت وابتدي اشتغل واشبك الوحدات مع بعض ونشوف هنشبكهم ازاي كده اتنين عمود بلفة تلاتة عمود بلفة ارتفع سلسلة واحدة وقلنا اني دي زاوية وهنروح عالزاوية اللي قصادها دي زاوية ودي زاوية عشان ناخدها معانا والشغل معدول طبعا دي القلبة طبعا عشان احنا بننظف الشغل اول باول فمش باين القلبة اهي شكل القلبة واهي الشغل وهو معدول فانا هروح على الزاوية دي تمام هوريك ازاي كده وهقرب بس اهو بروح بعد كده الوحدة بتاعتي وفي ايدي دي بروح على الزاوية دي اهو القطها كده واخرج منها الخيط واعمل غرزة حشو تمام يبقى كده شبكة بعد كده الف لفة عالابرة وابتدي اشتغل فيه الوحدة بتاعتي كده بس انا هوريك الشكل اهو ابتدي واحد اتنين تلاتة يبقى انا كملت الوحدة بتاعتي بعد ما كنت شبكتها في الزاوية وصدق الزاوية حلو كده تمام كملت الوحدة بعد ما بكمل الوحدة او سوري بكمل الجزء اللي انا شغالة فيه يعني انا خلصت الخانة دي او الزاوية دي بروح على التانية ادخل الابرة واعمل حش وكده ولف لفة على الابرة واروح على اللي هي لسه هشتغلها وبنفس الاعداد واحد عمود بلفة اتنين عمود بلفة ثلاثة عمود بلفة بعد ما بخلص الثلاثة العمود بلفة اهو بعمل ايه اهو بروح على الخانة اللي عليها الدور اللي هي دي اهي وادخل بالابرة كده واسحب الخيط واعمل حش وكده لفة على الابرة ارجع تاني اكمل شغل على الوحدة اللي لسه ماكملتهاش واحد اتنين عمود بلفة ثلاثة عمود بلفة وبعد الثلاثة العمود باللفة اللي عليهم الدور اهو انا بحاول كل شوية اوريكي انا بعمل ايه عشان الناس اللي مش بتعرف تشبك الوحدات ببعض بعد كده بروح على الزاوية اللي عليها الدور هنا اهي بدخل الابرة كده من تحت واسحب واخرج اللي اتنين كده اللي جاية هتكون معايا زاوية بصي اهو زاوية قصة زاوية دولة في زاوية اهي جاية يبقى انا هعمل ايه هبتجي اشتغل في الزاوية الاول واحد عمود بلفة اتنين تلاتة عمود بلفة ارتفع سلسلة واروح على الزاوية اللي قصدها دي والخيط على الابرة باخدها من تحت كده واسحب الخيط ولفة على الابرة واخرج اللي اتنين كده ولفة على الابرة وبتيجي انزل اكمل واحد اتنين تلاتة انا كده عملك ايه انا كده شبكت الوحدتين مع بعض من جزء واحد تمام وهكمل الوحدة عاجي خالص بنفس السيستم بتاعها اللي هي ايه اللي هي ارتفاع سلسلة واحد اشتركوا في القناة